اشتركوا في القناة ايه? الدرسة عندي بيتكلم عن تاريخ نشأة الصناعة يعني هيعرفني الصناعة ابتدت ازاي? وايه اهم الحرف? والصناعة اتطورت ازاي? تعال نشوف. الصناعة عندي او تاريخ نشأة الصناعة بينقسم لحكتين. بينقسم لصناعة في العصر القديم وبينقسم لصناعة في العصر الحديث. الصناعة في العصر القديم عرفت على يد قدماء المصريين اللي هم الفرعان. طيب احنا عرفنا ازاي? ان القدماء المصريين ابتدوا حرفة الصناعة. احنا عرفنا كده من خلال الاثار. تاني مشان الحتة دي بتيجي اكمل كتير. احنا عرفنا ان القدماء المصريين بيعملوا حرفة الصناعة من خلال الاثار. ومش كده وبس كمان احنا عرفنا ان المصر القديم كان عنده براعة يعني شاطر جدا في الصناعة. طيب تعال نشوف اهم الصناعات في العصر القديم. اول حاجة عندي صناعة الخزف اللي هو حاجة شبه الرسم كده على الحاجات اللي بتدي شكل حلو كده على الاطباق. اتنين المنسوجات. تلاتة المعدات الحربية اللي كانوا بيستخدونها في الحرب. مثل العجلات الحربية اللي خدناها من الهكسوس مثلا. الادوات الزراعية. زي حاجة اسمها الشادوف. حاجة كمان الزيوت والحلي. تاني الصناعات دي. ادوات زراعية. معدات حربية. خزف ومنزوجات. الزيوت والحلي. طيب. تعال نشوف الصناعة في العصر الحديث. الصناعة في العصر الحديث بدأت على يد واحد المفروض احنا كلنا عارفينه. اسمه محمد علي. محمد علي ده كمان هو مؤسس مصر الحديثة. فعهد محمد علي. اخد بالك من الحتة دي. ازدهرت جميع الصناعات السابقة. معناها ان محمد علي ابتدى يطور كل الصناعات السابقة ويزود عليها كمان صناعات حديثة زي صناعة السفن وصناعة الكيموية وصناعة السكر وخاصة السكر في الوجه الابلي. مصر بقى حاليا في الوقت اللي احنا فيه دوت عندنا قاعدة صناعية. عندنا صناعات في معظم المجالات وكمان الصناعات في الوقت ده في مصر بتزداد يوم بعد يوم. احنا زي ما احنا شايفين مصر بتدت تزود كتير جدا جدا من المصر. تعال بقى نشوف مراحل الصناعات بدأت عندي ازاي? الصناعة بتدت عندي بصناعة حرفية. كلمة صناعة حرفية يعني صناعة يدوية. من اسمها صناعة يدوية. صناعة بتعتمد على العمل اليدوي. والصناعة دي كمان لا تحتاج لرأس مال كثير. طب يا مصر الديني امثلة على الصناعات اليدوية. حاجة بعملها بايدي. صناعة الفخار. صناعة السجاد اليدوي. صناعة حفر الخشب. لما يكون عندي خشبة كده وحفرة واكتب عليها اسمي. دي صناعة يدوية. كلها بتتعمل باليد. طيب الصناعة تانية اللي هي الصناعة البسيطة. يعني ايه صناعة بسيطة? صناعة يتم فيها. تحويل المادة الخام لصورة اقل لتقليل حجمها ووزنها. الصناعة البسيطة بتحتاج عندي عمال وقلات. طب يا مصر اديني مثال. تصنيع الجلود. ايوا الجلد بيخش كبير جدا جدا. ممكن يطلع لي على هيئة شنطة. حاجة صغر. هي دي الصناعة البسيطة. وكمان حفظ وتعليب الفكهة وحلج القطن. طب. الصناعة طورت اكتر واكتر من حرفية البسيطة. وصلت عندي لصناعة حديثة. يعني صناعة حديثة صناعة تعتمد على الالات الحديثة. وكمان بيقل فيها الاعتماد على العمالة البشرية او العمل اليه ده. تعال نشوف ليه? مثلا زي صناعة السيارات. اكيد انا هاعتمد على الالات اكتر. صناعة الاجهزة الكهربائية. صناعة الكمبيوتر. صناعة الالات. تعال بقى نشوف دلوقتي اهم الصناعات في مصر. الصناعات في مصر متنوعة. طب الدني دليل. عندي صناعة غزائية. عندي صناعة غزل ونسيج. عندي صناعة معدنية. عندي صناعة هندسية وكهربية مع بعض. عندي صناعة كيميائية. طب تعال نشوف دليل لكل حاجة. الصناعة الغزائية انا عندي زي صناعة حفظ وتعليب الفجهة. وصناعة السكر. الصناعة غزل والنسيج. عندي الملابس والمفروشات. طيب. الصناعة المعدنية عندي حديد وصلب وصناعة الالاموني. الصناعة الهندسية والكهربائية دي حاجة خاصة به السيارات والآلات والسلاجات. طيب الصناعة الكيميائية دي عبارة عن اي حاجة بخطها لحاجة تطلع لمنتج. زي الاسمدة والادوية والصابون والعطور. طيب. تعال نشوف بقى المناطق الصناعية دي متوزعة فين في مصر. اول منطقة عندي عندي منطقة اسمها العاشر من رمضان. العاشر من رمضان دي هلاقيها شوية كده على يمين الدلد. العاشر من رمضان دي فيها صناعة غزل ونسيج وفيها صناعة غزائية. تاني منطقة عندي منطقة ستة اكتوبر. ستة اكتوبر دي هلاقيها شوية كده على شمال الدلتة من تحت شوية. فيها غزل ونسيج وفيها صناعات غزائية. فيها صناعات هندسية. عندي منطقة المحلة الكبرى دي اشهر منطقة فيها غزل ونسيج في مصر كله. عندي منطقة تانية اسمها نجع حمادي دي مشهورة بصناعة الالموني. ومنطقة اسوان مشهورة بالصناعات الغزائية. وحلوان بالحديد والصن. كده حتى نشوف الخريطة ونحن نتعرف عليها اكتر خريطة المناطق الصناعية بص كده انا عندي اهو في نص ديل تكافر الشيخ لو نزلت شوية هلاقي المحلة الكبرى انا عارف طبعا في مدينة القاهرة على اليمين حلوان على الشمال اكتوبر فوق حلوان العاشر من رمضان لو نزلت تحت عندي نجع حمادي عندي قناة النجع حمادي دي مدينة برضو صناعية في نص الابة اللي انا شايفها دي عندي مدينة قناة او يقول عليها محافظة قناة ولو نزلت تحت خالص انا عندي اسوان وكلنا طبعا عارفين اسوان طيب اخر سؤال عندي بيقول لي بما تفسر اهمية انشاء المناطق الصناعية اللي هيحصل لما هزود في انشاء المناطق الصناعية واحد تطوير الصناعة وزيادة المصانع اتنين تشغيل مزيد من الايدي العاملة تلاتة انا هزود من الدخل القومي وزيادة الصادرات المصرية طيب تعالا بقى نشوف حل الوجب المدرسي واهم الاسئلة السؤال الاول عندي خريطة رقم واحد بيقول لي منطقة صناعية رقم واحد دي منطقة صناعية العاشر من رمضان طيب رقم اتنين دي منطقة صناعية ستة اكتوبر رقم تلاتة منطقة صناعية دي حلوان رقم اربعة منطقة صناعية هنا مش واضحة قوي بس لو في نص الدلتة يبقى كفر الشيخ لو تحت شوية يبقى المحلة الكبرى هنا بين نهاية المحلة الكبرى رقم خمسة منطقة صناعية نجع حمادي رقم ستة منطقة صناعية اصوان رقم سبعة محافظة قناة رقم تمانية دي دولة فلسطين رقم تسعة دولة السودان عشرة دي دولة ليبيا طيب تعالى كان شوفي السؤال التاني بيقول لي ايه السؤال اللي بعده بيقول لي ضع كلمة صح او خطأ امام العبارات الاتية تساهم المناطق الصناعية في زيادة الدخل القومي طبعا الاجابة صح اتنين تهدف الصناعات الحرفية الى تحقيق فائد للتصدير طبعا اجابة خطأ دي صناعة بتعتمد على العمل اليدوي تلاتة حفر الخشب من الصناعات الحرفية طبعا الاجابة صح كمان بجانب السجاد اليدوي رقم اربعة تعتبر صناعة الادوية من الصناعات الكيميائية طبعا صح ومعها الصابون والعطور رقم خمسة تترك الصناعة الالومنيوم في الوجه البحري اجابة خطأ في الوجه الابلي في مدينة نجع حمادي او محافظة قناة طيب السؤال التاني عندي بيقول لي اجب عما يأتي عرفت مصر الصناعة منذ عهد قدماء المصريين ما اهم الصناعات التي عرفها المصر القديم نقولنا المصر القديم عرف صناعة الادوات الزراعية والمنسوجات والزيوت والخزف والحلي والمعدات الحربي رقم اتنين ما المقصود بالصناعة البسيطة هي تحويل المواد الخام لصورة اقل لتقليل حجمها ووزنها تعالى نشوف السؤال الثالث بيقول لي ايه بما تفسر اهتمام الدولة بانشاء المناطق الصناعية الدولة بتنشئ المناطق الصناعية علشان واحد تطوير الصناعة اتنين تشغيل الايدي العاملة تلاتة زيادة الدخل القومي اربعة زيادة الصادرات والحصول على العملة الاجنبية طيب نشوف رقم اتنين بيقول لي بما تفسر يقل الاعتماد على العمالة البشرية في الصناعة الحديثة الاجابة لان الصناعة الحديثة تعتمد في المقام الاول على الالات زي صناعة السيارات لازم اعتمد على الالات طيب السؤال الرابع اكتب ما تشير اليه كل عبارة صناعة يتم فيها تحويل المواد الخام لصورة اخرى دي صناعة بسيطة اتنين صناعة يدوية يقوم بها بعض العمال تحتياج الى رأس مال قليل دي صناعة حرفية طيب ايه العلاقة بين محمد علي والصناعة الحديثة هقول ان محمد علي هو مؤسس الصناعة الحديثة في مصر زي صناعة السفن والمواد الكيموي وصناعة السكر طيب تعالى نشوف السؤال الاخير بيقول لي ما النتائج المترتبة على وفرة المواد الخام وفرة المواد الخام قدت الى سهولة قيام الصناعة وتنوع الصناعات تعالى بقى نشوف حل الكتاب المدرسي على الدرس التاني الصناعة والمناطق الصناعية السؤال الاول عندي بيقولي من الصناعات الهندسية صناعة نقط صناعة اجهزة السيارات رقم اتنين من الصناعات البسيطة صناعة نقط صناعة حفظ الفكهة رقم جيم بدأت الصناعة الحديثة في مصر في عهد محمد علي رقم دال تحتاج الصناعة نقط الى عدد كبير من العمال الصناعة البسيطة رقم واو صناعة الاسمدة والادوية من الصناعات نقط اسمدة وادوية صناعات كيميائية السؤال التاني بيقولي ايه بيقولي من اهم الصناعات اليدوية نقط ومن الصناعات الحديثة نقط الصناعات اليدوية انا ممكن اقوله الفخار او اقوله حفر الخشب او اقوله السجاد اليدوي من الصناعات الحديثة انا عندي الالات والسيارات والاجهزة الكهربائية طيب رقم بيه تعد صناعة السكر من الصناعات الغذائية بينما صناعة الالومنيوم من الصناعات المعدنية رقم جيم عرفت مصر الصناعة الحديثة في عهد نقط في عهد محمد علي طيب تعال نشوف السؤال الثالث بما تفسر اهتمام مصر بإقامة وإنشاء مناطق صناعية هقول لتوفير فرص عمل وتشغيل الأيدي العاملة اتنين زيادة الدخل القومي اربعة الحصول على الصادرات الأجنبية رقم خمسة تطوير الصناعة وزيادة المصالح رقم بيه اهتمام مصر بزيادة الصادرات الصناعية هقول له للحصول على العملة الصعبة الأجنبية وزيادة دخل القومي